بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويهلا والله أنا عمر عطالله وأهلا بك يا صديقي في كورس تعليم برنامج Adobe InDesign مبدئيا الكورس بتاعنا هيكون For Beginners للمبتدئين تماما من البداية من الصفر حتى مستوى متقدم جدا إن شاء الله فسواء انت عند خبرة سابقة في البرنامج أو في التصميم عموما أو ما عندكش فالكورس دوت هيكون مناسب جدا ليك وهتقدر أنت تتابع بشكل كويس جدا إن شاء الله والإن ديزاين هو واحد من الثلاث برامج العملاقة في التصميم الخاصة بشركة Adobe Adobe Photoshop Adobe Illustrator وأدوبي إن ديزاين واللي في أغلب الشركات وأغلب التوظيف بيحتاج أن انت تكون عندك خبرة أو معرفة بالثلاث برامج دولة بالأخص وهنا يجي سؤال مهم جدا إيه هو برنامج الإن ديزاين وليه موجود أساسا؟ بيعمل إيه مختلف عن الفوتوشوب أو إلستريتور برنامج الإن ديزاين زي ما بيتعرف هو برنامج Desktop Publishing أو Digital Publishing اللي هو بالبلدي كده خاص بأي تصميمات مخصصة للنشر سواء كتب أو مجلات وده التعريف اللي أغلب الناس واخد فكرة عن البرنامج إن هو بيعمل كتب ومجلات بس يعني ملهوش أي استخدام تاني في التصميم مش هيساعدنا في حاجة تانية وده اللي أنا جاي أصححه لك وعرفك عليه وعلى قوة برنامج الإن ديزاين في الكورس ده برنامج الإن ديزاين باختصار تقدر تعمل عليه أي حاجة فلاير، بروشور، بزنس كارد، مينيو المطاعم وحاجات تانية كتير الإن ديزاين موجود هنا بقى للحاجات يعني خليلنا نقول بشكل عام كده للحاجات الكتيرة عموما صفحات كتيرة، تيكست كتير، صور وآيتمز كتيرة جدا في التصميم بتاعك أو الجداول ساعتها أن احنا ننفذ التصميمات ده جوه برنامج الإن ديزاين بيكون أفضل اختيار لأنه هنا بيعرف التعامل مع هذه الحاجات بشكل احترافي جدا والأهم إنه شكل سهل جدا عن الإن ديزاين والفوتوشوب الاختلاف الكبير في برنامج الإن ديزاين إنه هو بيتعامل بالنظام الصفحات على عكس الفوتوشوب أو الإن ديزاين الذي ممكن تعمله عليه مختلفة إلا إن الميزة دي في برنامج الإن ديزاين بتكديره نقطة قوة كبيرة جدا إن التعامل بيكون أسهل وأسرع والحجم بيكون الآخر بكتير جدا لو كنت عملته على الإن ديزاين وفي الاتيزاين تصميم الحاجات اللي فيها تنسيق او داتا كتيرة جيالة عايز امنج الموضوع كله في نفس التصميم بتاعي ده غير طبعا قوة البرنامج في تجهيز الملفات للطباعة او ان انا ممكن اعمل عليه تصميمات او ملفات تفاعلية وبعمل عليها كمان تحريك وممكن نضيف عليها هايبر لينك يبعتنا على اي لينك احنا عايزينه جوه التصميم بتاعنا وده يخلينا اقولك ان احنا هنشتغل على تصميمات عملية جوه البرنامج وهنشوف مع بعض قوة البرنامج وزي نقدر نتحكم في الملفات الكبيرة كل ده او اكتر ان شاء الله هنتعرف عليه بالتدريج في الكورس بتاعنا فيديو فيديو ومعلومة جانبية كده لو انت عندك خبرة بالفوتوشوب او الإلستريتور فانت مش هتحس نفسك غريب في البرنامج دوت لان فيه معظم معظم الادوات والخصائص الموجودة في الفوتوشوب او الإلستريتور بالعكس انت هتزود مهارتك وقدراتك في التصميم وهتزود كمان تقلك في السوق كمصمم جرافيك الكورس دوت هيكون مجاني تماما على قناة اليوتيوب بتاعتي عمر عطالة وكل اللي انا محتاجه منك انتباهك وتركيزك في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله ودعمك لي انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة سبسكرايب في القناة لو انت لسه معلش اشتراك في القناة وتبعت الكورس دوت وتعمله شير لكل حد ممكن يستفيد منه بإذن الله مستني اشوفك الفيديو اللي جاي انا عمر عطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته